لذلك اليوم دعوني أتأمل معكم هذه الدراسة العلمية ونتأمل كيف نظر القرآن إلى هذا الموضوع وكيف حذر منه دراسات كثيرة أثبتت الأضرار الكبيرة للجماع في فترة المحيد ومنها دراسة قام بها مركز Public Health Research and Evaluation هذا المركز في الولايات المتحدة الأمريكية وأثبت هذا المركز من خلال هذه الدراسة أن الدورة الشهرية هي فترة حرجة بالنسبة للمرأة ويجب على الزوج أن يمتنع عن الجماع أثناء هذه الفترة لقد أثبتت الدراسات العلمية أن هذه الفترة تساهم في انتشار الأمراض الجنسية المعدية ويمكن أن تسبب مشاكل والتهابات للمرأة وأذن للرجل من خلال انتشار بعض البكتيريا الضارة وبعض الفيروسات وبخاصة فيروز الإيدز وأثبت الدراسة ثانية أن الجماع أثناء الدورة الشهرية له أضرار كثيرة منها التسبب بالعقم لدى النساء إذن هذا ما يقوله العلم ماذا يقول القرآن قال الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والله إن هذه الآية لتشهد على صدق رسالة الإسلام وصدق هذا الكتاب العظيم وصدق نبينا عليه الصلاة والسلام ترجمة نانسي قنقر